علينا أن نفهم أولا أنه لا يجد في نظام الحروب أو نظام الاستهداف أنه يتم تحديد موعد لعمليات الرد هذا قد يكون نوع من التمويه والمباغة الرد يكون في وقت وزمان لا يمكن الإعلان عنه فبالتالي هي ذهبت باتجاه مطلع الأسبوع المقبل أو شيء من هذا القبيل أنا لا أرى أن هذا الموعد هو الموعد الحقيقي قد تكون الضربات قبل هذا الموعد أو قد يكون بعد هذا الموعد أنا أرى أن هناك بنك من الأهداف وضعت على طاولة الولايات المتحدة قد يكون جزء منها أماكن ومواقع للفصائل وجزء منها قد يكون استهداف لأفراد وهذا الاستهداف هو الاستهداف الشخصي والذي دائما ما يتم أخذ القرار به من قبل البنتاجون اشتركوا في القناة